السلام عليكم إخواني في كل مكان وفي فيديو جديد على قناة على ويف بلاي هل تريد إرسال الصور ومشاركتها مع أصدقائك وإرسالها بجودة عالية دون أن تفقد الجودة الخاصة بها وهل تريد إرسال الفيديوهات ومشاركتها مع أصدقائك بدون أن تفقد الجودة الخاصة بها وهل تريد رفع ملفات معينة ومشاركتها مع المتابعين على قناة اليوتيوب إذا كنت مهتم بهذه الأشياء تابع معنا الفيديو إلى النهاية لأنه هناك شيء تراه كل يوم أمام أعينك وتجهل أنه يساعدك في مشاركة الملفات والصور والفيديوهات مع الجميع بجودة عالية إنه تطبيق جوجل درايف في هذا الفيديو سوف نشرح لكم طريقة مشاركة الملفات والصور والفيديوهات باستخدام جوجل درايف حيث أنه سوف يسهل عليك الكثير من الأشياء حيث أنني سأعلمك الطريقة الصحيحة لرفع الملفات بدون أي مشاكل ومشاركتها مع الجميع ويمكنهم أيضا الإطلاع عليها بدون أي مشاكل لكن قبل أن نبدأ لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وأيضا الضغط على زر لايك فهو يساعد الفيديو على الانتشار بشكل كبير ويجعله يصل إلى عدد كبير من الأشخاص لكي يستفيدوا مثل ما أنتم تستفيدون الآن فلرفع الملفات على جوجل درايف ومشاركتها فأنت بحاجة إلى حساب جوجل أو جيميل أغلبكم لدي حساب جيميل لأظن أنه هناك من لا يزال لا يملك حساب جيميل أولا تقوم بتحميل جوجل درايف من متجر جوجل بلاي أو إذا كنت تستخدم نظام الآيو اس يمكنك أيضا تحميله من متجر الخاص بنظام الآيو اس فتابعوا معنا لنبدأ في الشرح ونوضح لكم كل التفاصيل فكما ترون هذا هو التطبيق الذي تحدثت عنه في بداية الفيديو بعد أن نقوم بتثبيته ندخل إليه ولنكتشف التطبيق معا فهذه الواجهة هي الواجهة التي تجد فيها التطبيقات التي قمت برفعها وكما تلاحظون هي فارغة وتظهر بهذا الشكل أيضا من هنا يمكنك أن ترى هذه الميزة حيث أنه التطبيق يوفر لك 15 جيجا بايت مجانا حيث يمكنك رفع التطبيقات بقيمة 15 جيجا وتقوم بحفظها على حسابك على جوجل درايف أما إذا كنت تريد توفير مساحة أكثر من 15 جيجا بايت على حسابك على جوجل درايف فيجب عليك أن تدفع فهذه هي العروض التي يقدمها تطبيق جوجل درايف فكما تلاحظون فهي تتراوح ما بين 100 جيجا و200 جيجا و2 تيرابايت والخيار يعود لك فإذا كنت شخص يرسل الملفات كثيرا فالخيار يعود لك فأنا عادة عندما تمتلئ المساحة أقوم بفتح حساب جديد فهذا هو الحل المهم أنا الآن سوف أشرح لكم الميزات التي يوفرها هذا التطبيق وكيف يمكنك رفع الملفات والصور والفيديوهات ومشاركتها مع الأشخاص الآخرين أو نسخ الرابط الخاص بها ومشاركتها على قناة اليوتيوب فهنا كما ترون في هذا الجزء يمكنك الاطلاع على الملفات والتطبيقات والصور التي شاركها معك الأشخاص الآخرون الذين قاموا بإرسالها لك يمكنك العودة إلى هنا مرة أخرى وتقوم بتحميلها فهذه الميزة رائعة جدا فهي تساعدك في تحميل الملفات التي قمت بتحميلها سابقا منذ سنوات ومن هنا يمكنك الاطلاع على الملفات المميزة ومن هنا هذه الواجهة الأولى نعود إلى الملفات فكيف يمكنك رفع الملفات والصور والفيديوهات إلى تطبيق جوجل درايف كل ما عليك فعله الضغط هنا ثم هنا ستظهر لك هذه الخيارات نختار هذا الخيار بهذا الشكل تضغط هنا ثم تختار التطبيق الذي تريد رفعه ومشاركته تختار صورة أو فيديو أو ملف أي شيء تريده فاختار الصورة كما ترون يستغرق الرفع القليل من الوقت حسب حجم الملف فالصورة لا تستغرق الكثير من الوقت أما بالنسبة الفيديوهات حسب حجم الملف كما قلت لكم فكما تلاحظون هذه الصورة بجودة عالية ويمكنكم مشاركتها مع أي شخص تريدونه فلمشاركة الصورة مع الشخص الذي تريده وهناك خطوة يجب القيام بها لكي لا تواجه مشكلة في المشاركة وهذه الخطوة هي أن تقوم بالضغط في هذا المكان بهذا الشكل وننتظر قليلا إلى حين أن تظهر كما ترون تقوم بالضغط في هذا المكان أيضا بهذا الشكل وتضغط هنا وتختار الخيار الثاني وهذا يعني أنه أي شخص يملك الرابط الخاص بالصورة يمكنه تحميلها والاطلاع عليها تقوم بالضغط هنا مرة أخرى وتقوم بنسخ الرابط بهذا الشكل وهكذا يمكنك مشاركة الصورة في أي مكان سواء كان على الفيسبوك، انستغرام، يوتيوب أو مع أي شخص تريده وهنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو دمتم في رعاية الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا اشتركوا في القناة